أما بعد فقد ذهب بني إسرائيل إلى نبيهم شمويل يطلبون منه أن يدعو الله لهم أن يبعث لهم ملكا حتى يقاتلوا معه ويستعيدوا مجد بني إسرائيل ويسعوا إلى إيجاد التابوت الذي أخذ منهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لهم طالوت ملكا وإنه سيكون من علامات ملكه أنه سيأتيهم بمعجزة حدثت أمام الجميع موسيقى ننتظر ردك يا نبي الله شمويل فهل استجاب الله دعائنا وأبلغهم نبي الله شمويل بأن الله قد بعث لهم طالوت ملكا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه طالوت رجل فقير لا يملك شيئا من حطاب الدنيا ولم يؤتى ساعة من المال فقال لهم نبي الله شمويل إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم أي في علم الدين وفي علم الحروب والمعارك والخطط الحربية نحن غير راضين عن هذا الملك فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة هل سيحدث هذا؟ وهل ستأتي الملائكة بالتابوت؟ بتابوت العهد؟ لا أظن أن هذا سيحدث وكان سبب هذا الاختلاف أنه كما اعتاد بني إسرائيل أن الملك يكون في صبت يهوذة أما النبوة فتكون في صبت لاوي وطالوت من صبت بن يمين فلما جاءهم ذلك نفروا منها وظلت بني إسرائيل على عنادها وتكذيبها القديم إلى أن جاءت الملائكة بالتابوت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر